أصدرت هيئة الأركان للقوات المسلحة التركية بياناً قالت فيه إن القوات التركية شنت غارات جوية هذا اليوم الاثنين على حزب الاتحاد الديمقراطي السوري فرع حزب العمال الكردستاني السوري ومنظمتها المسلحة وحدات حماية الشعب حيث تم تدمير خمسة مباني تسيطر عليها الوحدات إضافة إلى مقتل خمسة وعشرين من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي وأكد البيان أن الغارات الجوية جاءت بعد تنفيذ الإرهابيين هجمات على الجيش التركي وبنفس الصدد نقلت وكالة ريترز عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة وثلاثين مدنياً لقوا حتفهم يوم أمس الأحد في الضربات الجوية للجيش التركي والمعارك على الأرض وأصيب العديد بجروح هذا ولم يعلق المسلحون الأكراد على البيان بعد ترجمة نانسي قنقر